السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراحة ما تعودتين أطلع زعلان ومستأة جدا وأتكلم في حاجة مهمة جدا وكمان حاجة خاصة بين على المستوى الشخصي لكن الحاجة دي لو ما بتهمكم أنتو ممكن جدا تضركم أنتو بالتأكيد ما حعملنا فيديو وأتكلم عنه يا صراحة يا جماعة الموضوع موضوع الناس ممكن تشوفوا بسيط جدا لما نسردوا ليكم من شوي لكن موضوع صراحة الله كبير جدا بحكم إنه في واحد محتال وحتال الناس بإسمي أنا حتى ولو كان عمله موضوع بحسن نية وما توفق في تسليم المبلغ أو حتى عمله بإنه عايز يساعد في حاجة معينة إلا إنه في النهاية أنا بينه وبينه ما في تواصل بلغ الناس اللي أخذ منها يقولوش قال لهم أنا الوسيلة زوله هوي وأنا بعرف معرفة شخصية وكلام زي ذا عشان أبين لك الحاصل يحكي لك الموضوع شوية من الأول نحن عندنا قبل فتر الناس عارفوا إنه في القناة هنا الحاجة البصير بيها حصل فيها عطل وعملت بوست عادي جدا في الفيسبوك وفي يوتيوب أجمع أنا حقيب لمدة عشر أو خمستاشر يوم على حسب ما إن شاء الله أزبط حياتي إن شاء الله حرجع أصور حلقات وده أنا بالنسبة لي بطيب خاطر وبحسن نية عملته عشان الناس في القناة بالنسبة لي ناس بينه بينهم عشرة يعني إن شاء الله يكونوا في عشوا من أحلها قدام فعادي فالسودانين عجبوك يعني عجبوك بالكرم يعجبوك بالتعامل الراقي يعجبوك بإنه يقيفوا مع أخوانهم فالناس حست إنه أبدأت الرغبة يا أستاذ لو عندك مشكلة في إنه نحن ممكن نتعاوم معاك الآن وعادي جدا مستقبلا ممكن ترجع على المبلغ أو تعال شيلة تلفون هادية والناس شافت الكومنتات موجودة في يوتيوب وفي فيسبوك وكله والناس مبسوطة جدا من المحتوى اللي ينقدموا في الخنوة وعايزة تدعم وناس كثيرة تواصلت معاي من كل دور العالم من مصر من الإمارات من غطر السعودية كندا وبريطانيا وحتى فرنسا وامريكا كل الدول دي ناس تواصلت معاي في الواتساب تواصلت معاي في الفيسبوك إنه مبدين رغبته في إنهم يساعدوا القناة ويساعدوا معدات القناة ردي أنا كان واحد بالذات في الفترة دي أنا بالنسبة لي زي ما أقلت لكم في الفيديو أنا ما حد من الناس ما بأطلع عشانا يعني أطلع بمعلومات تقوخات أنا لما أقلت لك مستورة فهي فعلا الحمد لله مستورة الموضوع بالنسبة لي أبسط من بسيط في ناس كثيرة بتابعيني عارفاني على المستوى الشخصي وعارفة البيئة اللي أنا عايش فيها وعارفة المستوى اللي ممكن شوية يكون متوسط اللي أنا عايش فيه واللي هو مش فكرة إنه الواحد ما عنده الحوجة الكبيرة لكن هي مستورة الحمد لله الحياة اللي أنت بتشتغل بها دي أنت عملتها لما ما كان بشاهدك نفر أنت عملت الحاجات دي فبالتالي الناس كلها بتشاهدك حاليا فأكيد أنت بتقدر تشتري الحاجة اللي بتخليك تصور ليك وكل زول قدم يوم من الأيام إنه يجي يعمل ليك مثلا مساهمة أو مساعدة في حاجة فده أنا ببسطنا على المستوى الشخصي إنه نحنا كسودانيين كأخوان بنقيف دايما مع بعض ده شي أنا ببسطني جدا قلنا نزع عني جدا جدا وخلنا نتكلم الليلة معاكم في الحلقة دي إنه يا جماعة في واحد من الكومنتات الموجودة حاليا في البوست حق الكلامت فيه أنا إنه قلت لكم حاقيف فترة بحكم إنه الأداء البصير باية عطلت خش على الناس في الخاص وقال لهم أنا متواصل مع الوسيلة والوسيلة دارنا نشتري له إيضاء ودارنا نشتري له كاميرا ودارنا نشتري له حاجات المعلومة اللي أنا جاتني بيجاتني بالإيصال بتحويلة ويستر نونيون من أمريكا من واحد من الإخوان أنا ما عايز أذكر اسمه برضو عشان الموضوع يعني ما ياخد من حرة تاني والراجل اللي تحولت له القروش أرقام تلفونات اللي التين معاي رغم سوداني ورغم امتين واسمه رباعي اللي هو الاسم اللي تحولت فيه حوالة ويستر نونيون يعني من الطبيعي جدا أصلا مشتري أي قسم قسم المعلوماتية أو حتى أي شركة من شركة اتصالات من الأصدقاء الموجودين حتى فتحتها فلا أنا بجيب بيانات الراجل العمل الكلام ده بشكل من غير أي جهد كتير الشي اللي أنا محيرني فيه إنه الراجل ده كيف مشى دخل للناس زي كلهم قال لهم أنا بعرف الوسيلة أو حتى دخل للنفر أو اتنين أو ثلاثة أخذ منه مية دولار ميتين دولار ألف دولار على حسي أنا وهو أساسا ما فيه علاقة بينه وبينه يا جماعة أنا الراجل ده ما بعرفه وحقول لكم ليه أنا طلعتها سجل الفيديو ده لما أوريك تصرفه لما أنا توصلت معه يعني أنت تخش على الناس زي كلهم تقول لهم الراجل دينا عايزين اشتري له إضاءة وعايزين اشتريه طيب أنا شغال باديشني يعني أنا بقول له كيف يعني أنا بعكس من رأيه مع الشمس أشي أصور وانا بصور عادي هؤلاء الإضاءاتي موجودة وحاجاتي موجودة والآداء البصور بها موجودة وكل شيء وانت مبسوط من الحتوال بقدم وانا فبالتالي لو فيه لو فيه يوم من الأيام أنا طلبت من الناس تساعد فيه شيء خاص دايما بطلب المساعدة في اللايكات ولو ربنا مستقبلا حصل أي ظرف عادي جدا من غير ما بطلب الفيديو بقول ليا ما نحن عايزين نعمل الحياة فلانية بحكم المحتوى محتوى وطني أكثر منه شيء شخصي فأنا ما وكدتك انت كشخص عشان تمشي تكلم انت لو بتشوف الفيديو ده حاليا بقول لك عميب عليك وكمان حرام عليك انك تتمشي بإزمنة تمشي تتخوش على الناس الخاصة يقول لهم الوسيلة محتاجة الإضاءة محتاجة 200 دولار رسلوها تخيل معي ياخذ من واحد بالإيصال بتاع الوستنون الرسل وليه الراجل الموجود في أمريكا يوم 18 في الشهر ده رسل ليه مبلغ أول مبارح خشي لو تاني قال له يا اخ نحن الإضاءة بتاعتنا حصل فيها مشكلة وعايزين إضافة قروش طيب تخيل معي الراجل ده أنا تواصل معي واحد بس من كاليفورنيا تخيل معي كم نفر خشي عليهم الراجل المحتال ده وأخذ منهم قروش وأنا أتمنى انه يكون معا خشي لأي واحد تمنى يكون الاحتيال أو الشي العمله ده يكون مع هذا وفي اللول خشي بيشنو خشي بيحنك أنا دكتور عبد الرحمن منو كده معارف عبد الرحمن طلس غريب أنا دكتور في السعودية جراء عظام والسكرونشوت موجود والرسائل موجودة الأرقام اللي اتنين موجودة وكمان حتى الإيصال بتاع الدفع بتاع ويسترينيون الجانب من أمريكا موجود فبيحك إتا اتخذت إنك تكون في المنحنة ده والأهم من ده إنك إتا تخذت لنا في موقف بالطريقة دي تخيل معاي كم نفر الزلداء خشي لهم في الخاص قال لهم نحن عايزين ساعد الزلداء والناس بيقاي تتعاين ليه بيات ونظرة يا أخي حرام عليك يا أخي يا أخي حرام عليك ما غالب نانا ينشر الرغام ما غالب نانا يفتح بلاغات ما غالب نعمل أي حاجة وفي نفس الوقت أنا ما بستر على مجرم لكن أنا أتمنى إنه اللي عملته سواء كان مع نفر أو اتنين أو ثلاثة يكون بكل حسنية وأي شيء تعمل يرجع لأهله عشان الموضوع ما ياخد منحنة قانوني وأنا حقي الأدبي أصطو ما بخليه أصطو ما بخليه ولا حتى الحق الغانوني بالنسبة للناس تدفعوا لك القروج دي سواء كان نفر أو اتنين أو ثلاثة فإنت بينك وبين نفسك حضرت رغمي وحتى رغم الرجل من أمريكا حضرت أرغامنا وتعاملت مع الموقف بصورة بتاعة احتيال خيالية في اللي هو قلت بتعرف منه أنت بتعرفني اتكلمت معك أنا من أرغام تانية والمصيبة الكبرى إنه تزولت صغيرت لك من رغمه ده واحد يعني شغال في جهة اللي هي خاصة بإنه تستعلم عن أرغامك وتجيب آخرك ما إلى آخر فأنا الحاجات زي دي والله على قدر ما إنه الواحد بتعمل بطيب خاطر وبحسنية على قدر ما إنه بتلدغ من حاجات كده صراحة يعني بيقول بيقول منها حسب الله ونعمل وكيل وفعلا حسب الله ونعمل وكيل من حاجات زي دي أنا لو إنت بتشوف الفيديو ده أنا منتظر أنك تتواصل معاي أقل شيء يكون في اعتزار وتوريني أخذت من كم نفر قروش والقروش دي الليلة ولا بكرة ترجع على أهله أنا ما مسؤول من أي حاجة ولا طرابت منك الحمد لله زي ما قلت مستوره فعلا مستوره بفضل ربنا سبحانه تعالى الناس الموجودة في الغنة كل زول دفع لزول جنيه يتواصل معه على طول الحاجة المهمة الثانية في أي حاجة أرغامي موجودة معكم تواصل معاي على المستور الشخص حتى الراجل اللي لما طلب منه المرة الثانية تواصل معاي قال إنه استغربت فيه إنه كي الوسيلة هيطلب مرتين الوسيلة طبع ما كده تواصل معاي قلت أخي ما في كلام زي ده فأنا بصراحة حبيت أخذ معاكم بفضفت في الموضوضة وإديكم كل الأشياء الحاصل عشان الناس تفهم إنه إحنا موجودين هنا لو في حاجة حقول لك على العلن ما عندنا حيث عن طرابيزة نهائيا ولا حيكون وأنا والله يشاكر لحسن النية والظن الكويس من الناس لما نطلب منهم حاجة يترسلت أنا شاكر لكم وجود دايما المحرية في السودانين إنه دايما واقفين مع بعض ودايما ساندين بعض أنا والله يشاكر لكم كتير ومعليش ممكن فيه ناس ما عنده الموضوضة يعني يقول لك ده موضوع يعني إخوة رأسنا أوي ما لنا إذا عايش سائف الفاضي لكن أنا جماعة لازم نبلغ الناس في إنه أنا يعني الحمد لله مستور ما طلبت من زول حاجة عشان يجي واحد يتبنى ويجي يقول لك أنا معرف الزول ده معرفة الشخصية عشان أخذ قروش من الناس عشان بعدا نجي أشتري له بها معدات ونشتري له بها غيره فشوية كده بسحب بيت أوضح وتهت النظر عشان الناس تفهم أكتر وأكتر أنا والله يشاكر لكم كتير اكتبوا لي تعليقاتكم وأنا أتمنى أن الراجل ده بحسنية وطيب خاطر ما دارت تخيز أي إجراءات قانونية إنه يتواصل معاي الرغامة اللي أنت حزرتها أرجع فكها صدقني البينة وبينك ممكن تكون عامرة كسوداني لو أنت حتيجت تاني ندك زيادة مش القروشة جاتك بس تاني ندك زيادة موضوع أبسط من بسيط لكن الشي اللي بتاعمل فودة باسمي أصلا ما له علاقة ما له علاقة أصلا بالإحترام طيب يا جماعة أنا شاكر لكم كتير وإن شاء الله دايما تعملوا الأمين شكرا لكم